أُمَّة وَسَتَفْتَرِقْ أُمَّتي على ثلاثٍ وسبعين فِرْقَةً على نيِّف وسبعين فِرْقَةً على بِضْعٍ وسبعين فِرْقَةً أو قال مِلَّة كلُّها في النار إلا واحدة حديث خطير معنى خطير جداً من أكبر ما يُؤسِّس وما يُغذِّي هذه الإنغلاقية والحصرية هذه الإنغلاقية وكل حصرية إنغلاقية ليس ثمَّت حصرية مُنفتِحة كل حصرية من حيث هي من حيث أتت هي إنغلاقية هذا الحديث لن نخوض كثيراً في تخريجه موجود في كتب الحديث المُختلفة لكن باختصار هذا الحديث مروي عن أكثر من صاحب رضي الله تعالى عنه مروي من حديث عُمر وعلي وابن عُمر وابن عباس وابن مسعود وابن عمر ومعاوية وابي الدرداء وابي أمامة وابي سعيد وانس ابن مالك وابي هريرة وغيرهم وغيرهم حديث مروي عن أكثر من صاحب صحيح لم يخرجه أحد من الشيخين لا البخاري ولا مسلم لكن أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم والحديث فيه كلام ولن نذكر أيضاً روايات هذا الحديث له طرق وألفاظ مختلفة كثيرة لكن المدار أيها الإخوة والمركز على هذا الجزء على هذا القدر أن بني إسرائيل وهو لفظ من ألفاظ هذه الأحاديث أن بني إسرائيل قد افترقت أو افترقوا على إحدى وسبعين فرقة أو لا ندري النبي قال هذا أو الراوي شك هكذا أو ثنتين أو إثنتين وسبعين فرقة هكذا بني إسرائيل يهوداً ونصارى يهوداً ونصارى على إحدى وسبعين أو ثنتين أو إثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة على كل حال هذا مفهوم من الحديث لكن لم يُصرَّح به انتبهوا لم يُصرَّح به سيُصرَّح لخصوص أمة محمد في روايات أن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة أو بُضع وسبعين فرقة أو نيِّف وسبعين فرقة إلى الآن الخطب ليس جليلاً الخطب يسير كون الأمم الملية تفترق هذه سنة من سنة الله ما في دين ما بعث الله تبارك وتعالى نبياً أبداً ثم غبرت الدهور على أمته وهم واحدة واحدة أبداً يختلفون يختلفون في دينهم رسولاً وهذا هو الأسوأ وفروعاً ولا بأس يختلفون بلا شك وأمة محمد ليست بدعاً من الأمم كما أن رسولها ليس بدعاً من الرسل قل ما كنت بدعاً من الرسل ولذلك تختلف طبيعاً تختلف لا يمكن هذا القدر أحد عاقل يعني هذا القدر من المتن لا يمكن أن يبعث على التشكيك في الحديث هذه سنة هذه سنة ولذلك نحن نوافق على الأقل من حيث المعنى والآن لا نشتغل بالأسانيد على أحاديث أن هذه الأمة ستأخذ مأخذ الأمم الملية قبلها ستأخذ مأخذ بني إسرائيل حذوك النعل بالنعل أو حذو النعل بالنعل حذو القذة بالقذة الحذو هو التقدير الحذو هو التقدير فلان يحتذي بفلان ما معنى يحتذي به؟ يحذو حذوه يعني يمشي مشيته يصنع صنيعه تماماً يقلده حذو النعل هو تقديره نعل نعلان الإنسان يمشي في نعلين وليس في نعل واحدة حين تُقطع النعل أيها الإخوة إنما تُقطع وتُقدَّر على أختها على أختها فهذا حلو النعل بالنعل يعني مُطابقة معنى المُطابقة القذة هي الريشة التي تكون في مؤخرة السهم أو مؤخرة السهم النبل أيها الإخوة سهم مريش يقولون طبعاً هو لا يُطير أصلاً ولا يستقر إلا بهذا الريش الذي يكون مُقطوعاً بموازاة بعضه البعض وعلى قد بعضه البعض الريشة الواحدة قذة القذة تكون مثل القذة في طولها تماماً هذه معنى القوة حذوك القذة بالقذة حذو القذة بالقذة على كل حال هذه الناحية لغوية لا نُشكك في هذا نؤمن بهذا أكيد وهذه أمراض الأديان النبي هنا يلفت عليه الصلاة وأفضل السلام وآله إلى سنة من سنة الملل ما هي أيها إخوة؟ هذه السنة تقول أن أمراض الأديان علل المتدينين واحدة في مسانخة ثمت مسانخة ثمت مجانسة يعني ما من مرض يصيب اليهود أو النصارى من ناحية روحية دينية إلا ويصاب المسلمون بمثله النبي قال هذا هذه السنة هذا اللفت إلى هذه السنة إلى هذا المعنى بالذات يخفف من شعور المسلمين أو من شأنه وينبغي وينبغي له أن يخفف من شعورنا بالحصرية يعني بالاستثنائية لنا مستثنون نحن غير شكل لا، ليس غير شكل تماماً نحن ليس غير شكل نحن مثلهم من هذه الحيثية طبعاً من هذه الحيثية مثلهم تعرض لنا الأدواء والعلل والأمراض والمشاكل كما عرضت لهم يعني أحبارهم ورهبانهم أكلوا بالنص المقدس أموال الناس أحبارنا ورهباننا يفعلون الشيء مثله هالذين يقدون الفتاوى قداً بحسب المطلوب حين يطلب منهم أيها الإخوة أن يقدوا فتوى تمزق الأمة يقدونها من غير أن يطرف لهم جفن مطلوب وليو الأمر يطلب هذا وليو الأمر طلب أن أكفر سأكفر طلب أن أخرج فريقاً من ناس من الملة سأخرجهم ولا در درهم بل مشكلة وفي فلوس تدفع أو أذى يدفع أموال تدفع أو أذى يدفع ما فيه مشكلة، يفعلون هذا طبيعي، هذه أمراض الأديان دائماً الكهنوت طبقة رجال الدين المتكلمون في اسم الدين أيها الإخوة إلا ما رحمه ربي طبعاً لأن هناك استثناءات منيرة ومضيعة الله ما اجعلنا من هذه الاستثناءات دائماً يتحالفون مع السلطة مع السلطة أيها الإخوة كما يتحالفون مع المال عبر التاريخ هذه سنة أيضاً هذه سنة دي طبيعي أن نختلف وطبيعي أن نتفرق لكن أن يكون النبي ذكر أرقاماً إحدى وسبعين، وثنتين وسبعين وإحنا ثلاث وسبعين في القلب منه شيء وهو موضع تأمل وهو موضع للتأمل والنظر والمراجعة تعرفوا لماذا؟ الذي نعرفه طبعاً هناك مغامرة أن النبي يذكر الفرق التي انتهى إليها أهل الكتاب لأن النبي يعلم وهو أذكى العالمين أن أهل الكتاب لم ينتهوا وسيمتدون ويستمرون القرآن مصرح بأن النصارى مثلاً موجودون إلى يوم القيامة اليهود مثلاً موجودون إلى يوم القيامة وَإِدْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ في حق اليهود موجود إذن هم موجودون لن يفنوا لن يتفانوا اليهود موجودون النصارى أيضاً وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ الخطاب لمن؟ لعيسى فوق الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِي القيامة؟ فين صار إلى يوم القيامة؟ لا تحلم أن يأتي يوم لا يوجد يهود لا يوجد نصرة فقط مسلمون غير صحيح القرآنية هذا كذب تحت الجل بعض المروات والأخبار تضحك على نفسك القرآن يكذب هذا إلى يوم القيامة هذه سنة إلهية هذه سنة إلهية فمحال أن النبي عليه الصلاة هو أفضل السلام يذكر من تهى إليه النصارى من فرق مثلاً ويذكر أنها ثنتين أنها ثنتين وسبعون فرقة البروتستانت اليوم فقط في الولايات المتحدة الأمريكية تعرفون كم فرقة؟ البروتستانت وحدهم ألف فرقة على الأقل ألف ألف هناك ألف فرقة ويختلفون فيما بين بعض البعض وكلهم بروتستانت تركنا من الكاثوليك تركنا من الموحدين تركنا من الأرثوذوكس وفرق هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فمن أين أن النصارى إثثتان وسبعون فرقة؟ غير دقيق والحال كذلك في حق اليهود هذا في القلب منه شيء كما والله أعلم أي بالحق وبعدين أن أمة محمد تنتهي إلى ثلاث وسبعين فرقة لا يصح لا شمالاً ولا يميناً لا 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 فرق الأمة المحمدية أكثر من هذا أكثر من هذا بكثير ما رأيكم؟ وأن أخذت بعصول الفرق وجعلت الخوارج فرقة والمحتزلة فرقة وجعلت لك في الشيعة مثلاً ثلاث أربع فرق رئيسة الإمامية الزايدية الإسماعيلية مثلاً وأهل السنة تقول أشاعر ما ترودية فقهاء الحديث ثلاث فرق مستحيل لا نبلغ عشرين فرقة يادوب يادوب يمكن إيه؟ بضع عشرة فرقة يقول لك ابن استنى إن شاء الله الخير جايد ابن استنى أي خير جاء الخير سنتفرق بعدين إن شاء الله على وعد وطبعاً الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه قد فقنا أهل الكتاب مرتين فقنا أهل الكتاب مرتين مرة في التفرق فأربينا عليهم هذا الحديث يقول الحديث محمد إلا على قلب محمد عليه السلام نزل القرآن نزل القرآن محمد ماذا يقول القرآن عن أمة محمد يقول كنتم خير أمة أخرجت في الناس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَةَ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَاً على النَّاس سنؤدي الشهادة يوم القيامة نحن على الأمم سنكون أردع منهم ولا أكثر تفرقة منهم شيء عزيب يعني نحن الأمة المصطفى هذه آية المقام ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله اصطفانا بالكتاب بالقرآن الكريم في رأي الجماهير الكتاب هو القرآن في رأي جماهير السادة المفسرين فمنهم ظالم لنفسه وسنفسر هذا في وقته ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يدخلها السابق والمقتصد والظالم لنفسه وعيون علي مظلم نفسه بالتخصير في بعض المفروضات بارتكاب بعض المنكرات والمحرمات أيّنا؟ الله قال ما في مشكلة ولكن أنتم أمة التوحيد وأمة الإصطفاء في نهاية المطاف العبرة بماذا؟ العبرة بالتصديق والإذعان افهموا هذا بالله عليكم العبرة بالتصديق والإذعان نحن كأمة موحدة أمة لا إله إلا الله اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها ولقنا إياها عند الموت ويوم الحشر والبعث إذن نعود الحديث كما قلت لكم فيه مباحث فيه مواضع للنظر ومن هنا أحبتي في الله الخطر الأكبر في هذا الحديث مستند الحصرية والإنغلاقية مستند تكفير الأمة ومخاصمة العالمين هو ماذا؟ هو الزيادة التي في آخره أما أن الأمة تفترق هذا شيء طبيعي جداً وقد افترقت ولا تزال مفترقة وتتفرق هذا شيء طبيعي لكنها أمة توحيد أمة لا إله إلا الله على ما فيها من افتراق من اختلاف حتى من احتراب وسفك الدماء إلا أنها أمة بالأمس الأزهر يقول نحن نرفض أن نكفر داهش على أنهم أحياناً يتورطون في تكفير بعض المسلمين نقول الأزهر سلم رسالك صحة فعالك أيها الله هذه الوسطية الإسلامية حتى من كفرنا لا نكفره من استحل منا ما حرم الله لا نستحل منه ما حرم الله هذا العدل لأنه هذا دين دين تكيف أهوائك معه ولا يتكيف بأهوائك حتى لا يصبح العوبة العوبة بيد من جد وهزل بيد من جد وهزل وصدق وكذب أبداً هذا هو الحق لا نكفر أبداً أمة التوحيد أمة لا إلهي الله ننتقد نجب ننكر نصحح نفكك نحلل نرد ننصح لكن لا نكفر ماذا علاقة التكفير؟ هذا موضوع آخر تماماً ملف مسدود بإذن الله تبارك وتعالى إلا بحقه وما أدنى حقه وما أصغره وما أنزره وما أنحفه التكفير هذا التكفير طيب هذه الزيادة هي الزيادة الخطيرة التي شكك فيها وردها وحذر منها غير واحد من الأكابر الأماثل صحيح أن الإمام أبا محمد بن حزم رحمة الله تعالى عليه رد الحديث جملة رده كله ساقه في مساق واحد مع حديث القدرية والمرجعة مجوس هذه الأمة قال وذكروا حديثاً آخر تفترق أمتي كلها في النار إلا واحدة قال قال في ناس هذه أكثر أمة تقبل أحاديث الأحاد لكن حديث أحاد كهذا مطعون السند غير مقبول فكيف الذي لا يقبل الأحاد أصلاً ويشترس تروطاً أخرى في الحديث لكي يكون مقبولاً لكي يكون قال طبعاً مرفوض هذا الحديث لا ينظر فيه لا يعبأ به لا يوقف عنده يرد بلا امتراء بلا تردد أيها الإخوة بلا تردد هذا ابن حزم رحمة الله تعالى عليه لكن أكثر العلماء قبلوا الحديث وردوا الزيادة التي في آخره قبلوا أن تفترق الأمة وحتى على ثلاث وسبعين يعني سكتوا عن العدد لكن لم يقبلوا كلها في النار إلا واحدة ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ قال الذين استندوا إلى هذا الحديث في تكفير كل الفرق إلا فرقة واحدة خالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة وإجماع الأربعة وغير الأربعة وقد صدق هذا كذب قال أنا كذب على الكتاب والسنة والصحابة وإجماع الأمة أنه ما؟ أنه معناه هذا الفرق كلها كافرة وتخلّت في النار قال هذا كذب غير صحيح بالمرة ليس معناه أنها افترقت أنهم كفار فكتفترق ولكن يظلون ماذا؟ موحدين يظلون موحدين لكن هذا لا يجد كثيراً الحديث فيه مشكلات أخرى كبيرة ما هي؟ هذا الحديث يتناقض ليس فقط مع آيات خيرية الأمة وسطية الأمة يتناقض أيضاً مع أحاديث نبوية كثيرة يا إخواني أحاديث نبوية كثيرة تؤكد أن هذه الأمة أكثر أهل الجنة النبي كان يرجو أن نكون شطر أهل الجنة ثلاثة أرباع أهل الجنة طيب مع أنه قال وأنتم يومئذ هذه الأمة في الأمم في سائل الأمم كالشعر البيضاء في الثور الأسود أو الشعر السوداء في الثور الأبيض لذلك قال الشيخ الإمام العلامة المصلح المجدد صالح بن مهدي المقبلي صاحب العلم الشامخ قال فكيف يتماشى؟ كيف يتماشى هذه الأحاديث؟ تقول إحنا أكثر أهل الجنة ما الحديث بقول ثلاثة وسبعون أيها الإخوة فرقة ثلاثة وسبعون في النار وواحدة في الجنة ما هذا قال؟ كم يدخل الجنة إذا من هؤلاء؟ من أمة محمد كم؟ واحد على ثلاثة وسبعين يعني قريب من واحد في المائة تقريباً يعني انخذنا إيه؟ بماذا؟ بمساواة الفرق عدداً وهذا غير طبعاً مفهوم الحديث يعني بس إفتراض للتبسيط يعني إفتراض للتبسيط ولذلك منهم ما الرد هذه الزيادة؟ قالك هذه الزيادة كذب النبي لم يقول كلام هذا كلها في النار إلا واحدة لم يقول هذا النبي قال تفترقون تفترقون تفترقون